نروح لأخبارنا ونبتدي بكرة اليد تابعنا على شاشة قناة النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد واللي انتهت بالتعادل 31-31 وانتهت ان النادي الأهلي حصد المركز الثاني برصيد نقطة ونص في الفاينلز خلينا نقول لكم ان احنا كنا 6 فرقة في الدردة طلع 4 منهم الفاينلز او النهائيات الأهلي خلينا نقولهم بالترتيب الزمالك في المركز الأول الأهلي في المركز الثاني في المركز التالت سبورتينج في المركز الرابع طلاق الجيش نادي الزمانيك يخش بنقطتين نادي الأهلي يخش بنقطة ونص فرق نص نقطة هتقولي يا كابتين ده نص نقطة ده ما فرقش آه ما تفرقش ولكن تفرق لو الفرقتين تعادله في الدور اللي بقى كده النص نقطة بتفرق دي لقطات أو صور من المباراة اللي تبعناها على شاشة قناة النادي الأهلي طيب المباريات اللي جاية بقى هتتلعب ازاي هتتلعب دورتين مجمعتين هنجيب لحضراتكم مواعدها في بطولة هتبقى في نصف او منتصف شهر مارس وبطولة في اخر شهر مارس البطولتين دول دورات مجمعة هتلعب 3 مطشات راحة 19-11 مارس 29-30-31 مارس دي مواعدة دورتين المجمعتين هتلعب 3 مباريات ورا بعد راحة عندك 20 يوم وبعد كده تخش على المباريات بعد كده لو كسبنا الست مباريات طبعا المباريات دي الستة هيبقى فيهم اتنين زمالك اتنين سبورتين تلعب الجيش لو كسبت بالست مباريات دول بإذن الله تتوج ببطولة الدور الله يا كابتن يعني كل اللي فد كل اللي فد كله هو ست مطشات دول هو ده نظام الدوري في مصر هو ده نظام دوري الهند بول في مصر طب حاجة تانية ممكن تسمح لك تعدل مطش يعني بس دي لحسابات معينة ممكن تتعدل لك مطش يعني تكسب خمسة وتتعدل مطش برضو تاخد البطولة بس لحسابات اخرى ونتائج برضو المنافس ايه ولكن انت عايز ما تفكرش فوز بالست مباريات